اشتركوا في القناة جيدا إلى هذا النص وبعد فهمه سنقوم مباشرة بالإجابة على أسئلة الفهم لننجز بعدها أيضا جزء أشاهد وأتحدث لكن وقبل كل هذا وإن كنتم لأول مرة تشاهدون قناتنا التعليمية التلميذ المتميز لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على الإعجاب وتفعيل الجرس لكي يصلكم كل جديد وبدون إطالاء لنستمع إلى هذا النص الذي عنوانه المرشد الإلكتروني في العطلة الربيعية ذهبنا إلى مدينة الجزائر العاصمة على متن سياراتنا الجديدة قادمين إليها من مدينة بيسكرا التي تقع بالجهة الجنوبية الشرقية للعاصمة خرجنا للتجول متجهين إلى حديقة الحيوانات والتسلية المتواجدة في بن عكنون وبدأنا ندور وندور وقد اختلطت على أبي مداخل ومخارج الطرق السريعة وفقد كل معالمه لأنه لم يأتي إلى العاصمة منذ مدة ركن أبي السيارة لبرهة في شريط الوقوف الإفضراري حيث أشعل أبي نظام التوجيه بالقمر الصناعي على هاتفه النقل وشرع الصوت يقدم تعليمات بوضوح محددا المكان الذي نتواجد فيه ثم يرشد إلى الطريق الذي يجب أن نسير فيه لاحقا قائلا بعد مائتي مترا دوروا نحو طريق حضرة الآن أكمل مباشرة وهكذا شيئا فشيئا إلى أن وصلنا إلى المكان الذي برمجه أبي على الهاتف وكلنا منباهرون أمام هذا الصوت المنقف قررت أن أحدث معلمتي عند رجوعي إلى المدرسة عن نظام التوجه بالقمر الصناعي خاصة ونحن سندرس الاتجاهات الأربعة وكيفية استعمال البوصلة الآن وبعدما قرأنا هذا النص يجب على التلميذ أن يعيد الاستماع إليه لأكثر من مرة لكي يتمكن من فهم مضمونه جيدا ويتمكن بعدها من الإجابة على جميع الأسئلة الخاصة بالفهم ونبدأ بأول سؤال في أستمع وأجيب يقول إلى أي مكان تتوجه العائلة ومتى كان ذلك إذن كالعادة حاولوا لوحدكم الإجابة على الأسئلة ثم تأكدوا من صحتها من خلال الإجابات المتواجدة في هذا الفيديو ففيما يخص هذا السؤال الأول سنقول تتوجه العائلة إلى حديقة الحيوانات والتسلية المتواجدة بابن عكنون بالجزائر العاصمة وقد كان ذلك خلال العطر الرابعية السؤال الثاني لماذا بقي الأب يدور ويدور في الطرق السريعة إذن لديكم ثلاث خيارات هل أولا ليكتشف الأطفال مدينة الجزائر أو أنه لأن الأب تهى في الطريق أو أخيرا لأن مداخل ومخارج الطرق السريعة اختلطت على الأب إذن من خلال ما قرأنا في النص فإن الإجابة الصحيحة هي الإختيار الثالث لأن مداخل ومخارج الطرق السريعة اختلطت على الأب إلى السؤال الثالث الآن والذي يقول لماذا توقف الأب على شريط التوقف الاضطراري الإجابة سنقول لقد توقف الأب على طريق التوقف الاضطراري ليشعل نظام التوجه بالقمر الصناعي على هاتفه النقال السؤال الرابع يقول ما اسم هذا المرشد الإلكتروني إذن كإجابة فإن اسم هذا المرشد الإلكتروني هو نظام التوجه بالقمر الصناعي وهذا ما نسميه باللغة الفرنسية الجي بيس ننتقل الآن إلى السؤال الخامس والذي يقول هل تتذكر التعليمات التي قدمها الجهاز إذن سنجيب التوجهات التي قدمها الجهاز هي بعد مئتي مترا دوروا نحو طريق حضرة الآن أكملوا مباشرة إلى السؤال السادس كيف توجهت بعد ذلك العائلة إلى المكان المقصود الإجابة توجهت العائلة إلى المكان المقصود بالاستماع إلى المرشد الإلكتروني السؤال السابع ما رأيك بهذا الجهاز الإلكتروني وما هي فائدته إذن سنقول أرأيي أن هذا الجهاز رائع وعملي فبفضله نتمكن من معرفة أي عنوان لأي مكان نريد إلى السؤال الثامن والذي يقول لماذا قرر الراوي أن يتحدث عن الموضوع في القسم إذن سنجيب بأن الراوي قرر أن يتحدث عن الموضوع لأنه سيدرس الاتجاهات الأربعة وكيفية استعمال البوصلة في القسم السؤال الأخير هل كان يمكن أن يتوجه في مدينة كبيرة بالاعتماد على البوصلة فقط والإجابة أكيد لا لأن البوصلة يقتصر عملها بتحديد الاتجاهات الأربعة فقط وليست دقيقة هذا فيما يخص جزء أستمع وأجيب ننتقل الآن إلى جزء أشاهد وأتحدث السؤال يقول ما هي الشخصيات التي تظهرها الصورة وما هي وسيلة النقلة التي تركبها الأسرة وماذا يفعلون بداخلها إذن فيما يخص هذه الصورة متواجدة في الصفحة 119 من كتاب اللغة العربية وكإجابة على هذه الأسئلة المطروحة سنجيب الشخصيات التي تظهرها الصورة هي الراوي وعائلته وهم يركبون السيارة ويستمعون للمرشد الإلكتروني ليدلهم عن المكان الذي يودون الذهاب إليه ترجمة نانسي قنقر